والحقيقة يعني هذا اللقاء كان لقاء ثري جدا وفعدت جدا بكل المداخلات اللي تمت من هذه القامات الفكرية ويمكن زي ما حضركم تبعته زي كل المصريين ما كانش هناك اي نوع من القيود في اي كلام بالعكس تماما كان كل اللقامات بتتكلم بمنتهى الحرية وبتعرض كل وجهات النظر بما فيها ما يخالف الحكومة وهو ده الهدف من هذه النوعية من اللقاءات ان اللقاءات دي مش بتبقى يعني لقاء من طرف واحد بيلقي والطرف التاني بيستمع بالعكس تماما هي الهدف من هذه اللقاءات ان احنا نستمع الى كل وجهات النظر اللي بتثار وكل شواغل الرأي العام بمختلف توجهاتها وافكارها واللي طبيعي ان بيبقى فيه منها اللي بيختلف مع توجه الحكومة ويبقى النقاش بمنتهى الشفافية والتوضيح لكل الافكار والرد على كل التساؤلات اللي بتتم في هذا الشأن والحقيقة يمكن الحمد لله انا يعني الرد الفعل اللي بعد هذا اللقاء كان بصفة عامة ايجابي جدا وده اللي بحيشجعنا ان شاء الله الفترة قادمة ان نتوسع في مثل هذه النوعية من اللقاءات ويمكن حنحاول انها تبقى اللقاءات دي هتبقى بكل لقاء منها يركز على قضية او شاغل واحد تحديدا علشان يبقى عندنا الفرصة ان يبقى تركزنا على هذه القضية في خلال الاجتماع ونستمع الى اكبر حجم من الافكار والاطروحات في هذا الشأن اللي عايزة اطمن حضراتكم وطمن كل القامات اللي حضرت وشرفت بلقاءها المرة اللي فاتت ان كل ما اثير يعني تم كتابته وتم اغذي بيه كل الملاحظات وان شاء الله باذن الله يعني حنحاول ان احنا نترجمه على طول لخطوات تنفيذية في هذا الامر الاهم يمكن اللي استفدناه من هذا اللقاء ايضا هو ضرورة الاستمرار في ان يبقى هناك اكثر من قنال التواصل لان يعني الموضوع برضو حتى المؤتمر الصحفي الاسبوعي ما بيبقاش كافي عشان يبقى كل طواقف واطياف المجتمع تبقى عارفة وملمة باللي بتقوله الحكومة وإن اللي بيحصل فبالتالي يمكن محتاجين يبقى فيه تنوع اكثر لكل يعني اساليب التواصل المجتمعي ويمكن انا وجهته زماي للسادة الوزراء ان يبقى فيه خروج اكثر وعرض اكثر يعني وجهات النظر والخطوات اللي بتقوم بيها الدولة والوزارات عشان يبقى المواطنين بقدر الامكان ملمين بكل اللي بيحصل في هذا الشأن لكن مرة اخرى كل التقدير والاحترام للقامات الفكرية اللي شرفت بلقاها الاسبوع الماضي وان شاء الله على وعد ان هذا الموضوع حيتكرر ويبقى فيه يعني التشرف لي ان انا قابل عدد اخر من القامات في خلال الفترة القادمة